اهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من لقاءات اللغة العربية على الدرس الاخير من دروس النحو في الفصل الدراسي الثاني بعنوان اسم الالة ختامها مسك درس بسيط جميل اندل على شيء يدل على سهولة اللغة عالمية اللغة العربية وليس تحيزا للغة العربية لكن اسم الالة من الدروس اللي بتعرفنا قد ايه اللغة العربية تستوعب جميع المخترعات والالات والماكينات اللي ممكن تقرأ او تحدث في اي وقت من الاوقات دي مش شهادة اهل اللغة العربية في ذلك ولكن دي شهادة كل العاملين والمهتمين باللغات في العالم كله بيخلي اللغة العربية او بيجعل اللغة العربية دائما متطورة اول باول طبعا الدروس بتاعتنا لها قواعد ولها اوزان وهو يعتبر من المشتقات بس الدرس دله طبيعة خاصة تعالوا نستعرض مع بعض ان شاء الله الدرس بتاعنا هنعرف يعني ايه اسم الالة ايه دلالة اسم الالة هنعرف يعني ايه اسم الالة من مشتق او اسم الالة جامد هنعرف ايه اللي اقروا المجمع اللغوي وهنعرف نقيس ونقدر نطلع ان شاء الله مع بعض الالات واسماء الالات اللي ممكن تحدث او تطرق في العالم هيا بنا نسترد الدرس اسم الالة هو اسم مشتق او جامد للدلالة على الالة التي يؤدى بها الفعل مثلا اذا قلنا منشار الالة استخدمها النجار في عمله يقطع بها الخشب منشار اذا سألنا او سألت احدكم يا ترى كلمة منشار من اي الافعال اشتقت نعم احسنت من الفعل نشرة نشرة منشار هذا يدل على ان هذه الالة مشتقة يعني تم استخراج هذا الاسم او اشتقاق هذا الاسم من فعل اسمه نشرة اصبحت منشار لكن اذا نظرنا الى الالة اخرى مثل فأس كلمة فأس تدل على اداة من ادوات الزراعة معروفة لها يد وقادوم تستخدم في الزراعة معروفة فأس ولكن هي غير مشتقة من فعل يعني لا يوجد فعل يسمى فاسة او فأس لا لا فأس هي اسم مستقل بهذه الالة هنا نقول ان هذه الالة ليست مشتقة اي جامدة يعني ليس لها فعل اشتقت منه اذا مما سبق نستنتج ان اسم الالة الجامد يكون سماعي ما معنى سماعي اي مأخوذ بالسماع متداول بين الناس بالسماع مثل قلم فأس سكين قدوم خنجر مسدس بندقية سيف درع كوب رمح فرجار شوكة قنديل كل هذه الاسماء تعتبر اسماء جامدة اي انها غير مشتقة من افعل هذه الاسماء لا يقاس عليها لانها اسماء جامدة لا تشتق من الفعل فلا وزن له وتسمى ايضا سماعي يعني من الومكن ان نقول انه اسم الى سماعي او اسم الى جامد اذا جاء في الامتحان يقول استخرج اسم الى جامد نأتي بمثل هذه الكلمات الاستنتاج الثاني ان هناك من اسماء الالة ما هو مشتق وهذا الاسم المشتق يكون قياسي بمعنى نستطيع ان نقيس عليه ونأتي بمثله من افعال اخرى كيف نسوق المشتق يصد اسم الالة المشتق من الفعل الثلاثي غالبا على الاوزان الاتية وهذه اوزان قديمة ما معنى اوزان قديمة؟ يعني كانت منتشرة في السابق او في الوصور الماضية ومنتشرة بقوة ثم استحدث عليها مشتقات اخرى جديدة مثل ماذا؟ مثلا مفعال هذا مثل مفتاح محراس منشار مصباح مكيال ميزان وزن مفعال من الفعل ثقبة ثتحة حرثة نشرة وهكذا هناك وزن اخر على وزن مفعال مصر مبرد مشرط منجل مضرب كل هذه ايضا المشتقات او اسماء الالة اشتقت من افعال مثل بردة شرطة وهكذا نقيس عليها الوزن الثالث من الفعل الثلاثي ايضا على وزن مفعالة مثل مكنسة مكوا منقلة مسترة مفرمة مترقة هذه ايضا افعال او اسماء الالة اشتقت من افعال من الفعل كنسة وكوا ونقلة وهكذا لكن هناك بعض الاسماء جاءت باوزان جديدة لان كما قلنا في السابق ان اللغة العربية لغة عالمية لا تتوقف عند حد معين او عند زمن معين ولكن لديها من الادوات والامكانات ما يجعلها تتسع دائما فاستوعبت كل المستحدثات وكل المخترعات الجديدة بكافة اوزانها فاستحدث في اللغة العربية مثلا وزن فعالة وفعول وفاعلة وفعالة وهذه تسمى اوزان جديدة الوزن الاول من الاوزان الجديدة مثل فعالة لان استحدث كلمة ثلاجة ودباسة ونقالة ودبابة وسيارة وغسالة فكل هذه المخترعات او هذه الالات على وزن فعالة الوزن الثاني من الاوزان الجديدة ايضا على وزن فعول مثل حاسوب شادوف جاروف كل هذه الكلمات اسماء لالات على وزن فعول الوزن الثالث فاعلة مثل ساقية شاحنة باخرة طائرة قاطرة كل هذه مشتقة ايضا من افعال وتعتبر اوزان جديدة الوزن الرابع على وزن فعالة مثل خزانة الخزانة ثالة معروفة على وزن فعالة والان مع بعض الملاحظات والارشادات ونحن نراجع هذا الدرس ونتناول تفاصيله اجاز المجمع اللغوي في هذه الاوزان رغبة في توسعة الاستخدام اللغوي كما قلنا ومجاراتا لسرعة التطور في الحياة الحديثة فمثلا وزن فعالة جاء للمجارة لهذه الاستخدامات وكذلك وزن فعول على حاسوب وكذلك فعلة مثل ساقية اسم الآلة يذكر ويؤنث يعني يأتي منه المذكر ويأتي ايضا المؤنث اذا وجدنا اسم الآلة ما الموقع الاعرابي؟ كل المشتقات سواء كان اسم الفاعل او اسم المفعول او سياغ المبالغة او اسم الآلة او اسم الزمان والمكان حكمهم في الاعراب واحد يعرب حسب موقعه في الجملة يعني قد يأتي اسم الآلة مبتدأ قد يأتي خبر قد يأتي مضاف اليه اسم مجرور ايا كان موقعه نلتزم بالموقع الاعرابي الخاص به وكما تعودنا بعد الشرح واستعراض النقاط الاساسية في الدرس والامثلة نأتي ببعض الاسئلة لنقف على نقاط الفهم من اجل تقويمها وتقييمها سؤال الاول يقول ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة في الجملة الاولى القلم اسم مشتق اسم آلة مشتق هذا صحيح ام خطأ احسنتم هو خطأ لان القلم اسم آلة جامد وليس مشتق لانه لا يشتق من فعل في الجملة الثانية يصاغ اسم الآلة من الافعال الربعية الجامدة نفكر هل يصاغ اسم الآلة من الافعال الربعية؟ الاجابة خطأ رقم ثلاثة اسمع المذيع كل صباح كلمة المذيع اسم فاعل المذيع هو اسم آلة فهو اجابة خاطئة اربعة يستخدم النجار القادوم كلمة القادوم اسم آلة جامد الاجابة صحيح رقم خمسة اسم الآلة نوعان جامد وقياسي اجابة صحيح بالفعل تعلمنا أن اسم الآلة يصاغ أو يأتي على وجهين جامد وقياسي السؤال الثاني هات ما يأتي في جمل مفيدة واحد اسم آلة على وزن مفعال نعم منشار مفتاح أيضا اسم آلة على وزن مفعال مبرد ومنجل اسم آلة على وزن مفعالة مكنسة ومصطرة اسم آلة على وزن فعالة نعم نعم سيارة وغسالة السؤال الثالث حدد نوع المشتق في ما يلي الجملة الأولى استمتعت برؤية الماء يخرج من الساقية كلمة الساقية أين اسم الآلة؟ نعم هي كلمة الساقية ما نوع المشتق؟ اسم آلة أحسنتم رقم اثنين تحمل الساقية الأكواب للزبائن الساقية هنا ليست الآلة نعم الساقية هنا هي مؤنث للساقي هي اسم فاعل على وزن فاعل من الفعل ساقة نعم إذن نلاحظ أن المعنى أحيانا قد يخدع وقلنا من قبل لابد أن تتثبت من معنى الجمل أولا حتى تستطيع أن تحدد وقلنا أن أحيانا أو يأتي أحيانا بعض الكلمات يجوز فيها أكثر من وجه كمشتق كاسم الزمان والمكان هنا الآن نرى تقارب بين اسم الفاعل في صيغة المؤنث مع اسم الآلة الساقية كانت الآلة وهنا الساقية كانت المؤنث من كلمة الساقي من الفعل سقى على وزن فاعل إلى هنا عزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درس النحو الأخير بالفصل الدراس الثاني اسم الآلة مع أطيب التمانيات لكم بالنجاح والتفوق الدائمين كان معكم أستاذ محمد عزوز وإلى لقاء آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة